بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأزمة الأوكرانية تجعل العالم يقف على رجل واحدة تقدير إسرائيلي لأزمة أوكرانيا نستعرض فيه المخاطر والفرص ماذا سيصيب الكيان الصهيوني إن حدثت حرب في أوكرانيا لمتابعة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية متابعين الأعزاء صلط مسؤول أمني صهيوني سابق الضوء على الأزمة الأوكرانية التي يمكن أن تسرع مخاطر وتهديدات قديمة وجديدة وفي الوقت ذاته تكمن في طياتها فرص إيجابية حيال دولة الاحتلال وقال الجنرال عاموس جلعاد رئيس معهد السياسة والاستراتيجية في المعهد متعدد المجالات في هيرستيليا في مقاله الافتتاحي لصحيفة يدعوت إحرانوت العبرية نوجد هذه الأيام على شفى تطورات تاريخية في مركزها قرار بتصميم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقضي باستعادة أوكرانيا ومعها دول أخرى تشكل منها الاتحاد السوفيتي سابقا لمجال النفوذ الروسي من جديد أمريكا تعيش ضعفا تاريخيا وذكر أن هناك خطوة مصممة مع استراتيجية واضحة في ظل الاستعداد لجل الجهود المقدرات الاقتصادية والعسكرية وأخذ مخاطرات في شكل مواجهة مباشرة وإن لم تكن عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأضاف استنادا لسوابق في الماضي شملت جورجيا كازاخستان بيلاروسيا سوريا في خليط مع صورة الاستخبارات النوعية التي تشرك الولايات المتحدة الأمريكية بها علنا يمكن أن نتوقع باحتمالية عالية أن يسعى الروس في الفترة القريبة القادمة لأن ينفذوا خططهم الاستراتيجية بتغيير الحكم في أوكرانيا وإذا ما تحقق هذا الهدف فستتحدى روسيا مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة متصدرة في العالم ورأى جلعاد إن قرار بوتين يتغذى من رؤياه لاستعادة المجد السوفيتي ومن تقديره بأن واشنطن والغرب يعيشون ضعفا تاريخيا سيسمح له بالمشاركة مع الصين كقوة عظمى صاعدة لتحقيق إنجازات في شكل خلق عالم متعدد الأقطاب منوها بأن روسيا تأخذ في الحسبان المخاطر المترتبة على شكل ردات اقتصادية حادة وهي مقتنعة بأنها كما نجحت في السنوات الماضية ستفلح هذه المرة في نيل ثمر ذات أهمية تاريخية استثنائية بالنسبة لهم وهي استعادة السيطرة على أوكرانيا كجزء من رؤيا روسيا الكبرى وبالتوازي من المهم الإشارة إلى أن روسيا تبرز كعامل مسيطر إلى جانب الولايات المتحدة والغرب في تحقيق اتفاق للجم مساعي إيران لنيل سلاح نووي وفي المحور الاستراتيجي موسكو بكين يتخذ الصينيون ظاهرا نهجا حذرا كعادتهم لكن الرئاسة في كل من الصين وروسيا تقدم زخما للتقارب الشامل بين الدولتين في مواجهة أمريكا الخصم المشترك وكل ذلك انطلاقا من الافتراض بأن أوروبا شريك محدود القوة وقدر الجنرال الصهيوني أنه إذا نجحت الخطة الروسية للسيطرة على أوكرانيا فهذا كفيل بأن يكون لذلك تأثير دراماتيكي على إسرائيل والشرق الأوسط والتهديد الاستراتيجي الشامل من جانب إيران على الكيان الصهيوني وقدر الجنرال الصهيوني أنه إذا نجحت الخطة الروسية للسيطرة على أوكرانيا فهذا كفيل بأن يكون لذلك تأثير دراماتيكي على الكيان الصهيوني والشرق الأوسط والتهديد الاستراتيجي الشامل من جانب إيران على إسرائيل وأن هذا الدور سيتعاظم هي تطور قدرات هجومية مبهرة تستهدف المس أساسا بالبنية التحتية الاستراتيجية للكيان الصهيوني في ظل التموضع في دول فاشلة نتابع مع حضراتكم ما يتعلق بتقدير الموقف إذا ما حدثت حرب في أوكرانيا ماذا سيحدث للكيان الصهيوني خصومة محتدمة مع أمريكا ورأى الجنرال الصهيوني أنه في حال كان هناك اتفاق ستحصل إيران على يد حرة لمواصلة تطوير قوتها في حال كان تحت تصرفها قدرات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة لرفع العقوبات كما أن الاتفاق سيجدي فقط في تأخير الجداول الزمنية لتطوير القدرات النووية العسكرية الإيرانية ولكن ليس في منعها وإذا لم يتحقق اتفاق فسوف تواصل إيران تعاظمها وهي متحررة من القيود السياسية وأكد أن إيران ستتمكن من استغلال الخصوم المحتدمة بين أمريكا والمحور الاستراتيجي روسيا والصين حيث يرى هذا المحور في إيران حليفا له حيال الأمريكيين بالمقابل يمكن لهذا الوضع أن يخلق فرصا للكيان الصهيوني وأولا وقبل كل شيء قد تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستنتاج بأنه لا بديل للشرق الأوسط كذخر استراتيجي حيوي لأمنها القومي فتؤخر هجر المنطقة وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية الاعتماد على النفط الذي مصدره في الشرق الأوسط وأن تشكل مصدر قوة ودعم للكيان الصهيوني كما أن تل أبيب ستنفذ مسير التعاظم قوة تستند أكثر فأكثر على الحلف بينها وبين واشنطن إلى جانب ذلك يمكن أن يتوثق الحلف الأمن الاستراتيجي بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية التي تنجح بشكل مبهر في الحفاظ على استقرارها وزعم جلعاد أنه من عموم التطورات والأحداث في المنطقة يمكن أخذ الانطباع بأن دولا عربية ترى في الكيان الصهيوني شريكا استراتيجيا وبخاصة بعد أن انضمت إسرائيل لقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية التي هي إطار أمريكي يعطي رعاية لجملة من أوجه التعاون العسكري والاستخباراتي بين دول الشرق الأوسط وهذا إنجاز ذو أهمية استثنائية للأمن القومي الصهيوني ورجح أنه رغم المفارقة الظاهرة في الجبهة السورية ستبقى على حالها المصلحة المشتركة الصهيونية الروسية في إضعاف مكانة إيران في سوريا وذلك بقدر الإمكان طبعا لأن روسيا معنية بالحفاظ على مكانتها المسيطرة في الدولة وكل هذا ينطوي على سياسة حصيفة من الكيان الصهيوني تجاه النظام الأوكراني إذن متابعين الأعزاء نقلنا لحضراتكم من وجهة نظر صهيونية كيف يقدرون الموقف إذا مندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا وتدعياتها على منطقة الشرق الأوسط والكيان الصهيوني بشكل خاص أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر